معكم الدكتور أشرف عبدالسلام صائد راحت الكيلو مسالك البولية وتنسلية بعيدة المواسعة بالمنجف كون ساهم طيبين بدخول شهر رمضان المبارك علينا بعد الايام عليكم باليوم والبركات بالنسبة لمسالك الصيام معناها أن جسمنا مش داخل له مياه فبالتالي يفضل من بعد الفطار لغاية الصحور احنا بنشرب مياه بمعدل منتظم مش نشرب كتير ونقعد شوية ما نشربش ونشرب كتير مش صح فيفضل من بعد الفطار لغاية الصحور احنا بنشرب كل نصف ساعة ساعة لربع كباية مياه 100 ملي هتلاقينا معاد الصحور احنا خلاص دخلنا على لتر لتر ونص الجسمنا مشبع بالمياه الكيلة شغالة بمعدل سابت وهتلاقينا لتر ونصف زي ما بقول بنشرب في اليوم وفي نفس الوقت يفضل احنا نقلم من الملح عشان الجسمنا ما يحتفص بالمياه دي وده شيء مش صح وكل سنة ونطيبين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر